عندما أدل الناخبون الأمريكيون بأصواتهم بمراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي هم في الواقع صوتوا لمجموعة من المماثلين عنهم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتشكيل المجمع الانتخابي والمجمع هنا يشير ببساطة إلى مجموعة من الأشخاص لهم مهمة مشتركة هي تسمية الرئيس ونائبه لكن كيف يتم ذلك؟ الإجابة تبدأ من طريقة احتساب عدد أعضاء المجمع الانتخابي والذي يتناسب مع عدد سكان كل ولاية ففي حين بلغ العدد الإجمالي لهؤلاء الأعضاء 538 عضوا تتمتع ولاية كاليفورنيا بالعدد الأكبر من أعضاء المجمع وهو 55 عضوا في حين أن عددا محدودا من الولايات ذات الكثافة السكانية المنخفضة مثل ألاسكا ونورث داكوتا إضافة إلى العاصمة واشنطن ليس لديها سوى الحد الأدنى من عدد الأعضاء وهو ثلاثة ويمثل كل عضو من أعضاء المجمع الانتخابي صوتا واحدا ويحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أغلبية هذه الأصوات مائتان وسبون صوتا أو أكثر كي يفوز بالانتخابات وبشكل عام تبنح الولاية جميع أصوات مجمعها الانتخابي لمن يحصل على أغلبية أصوات الناخبين العاديين في الولاية فعلى سبيل المثال إذا فاز مرشح جمهوري بـ 50% وواحد من الأصوات في تكساس فإنه يحصل على جميع أصوات المجمع الانتخابي للولاية وعددها 58 صوتا وبالتالي فمن الممكن أن لا يكون المرشح الحاصل على العدد الأكبر من أصوات الناخبين هو الفائز ذلك لأن الرئيس لا يتم انتخابه من قبل الناخبين مباشرة وإنما من خلال ما يعرف بالمجمع الانتخابي أي أن الفائز سيكون هو الأكثر حصولا على الأصوات بالولايات التي تحتوي على أكبر عدد من مقاعد المجمع